الـ Reinforcement is Caduals ممكن يكون Continuous ممكن يكون Intermittent أو Fixed أو Variable الـ Continuous الـ Reinforcement يعني على طول كل ما أشوف الـ Behavior اللي أنا شايفه كويس كل ما الموظف بيجي في وقته بشكل منتظم أنا بدي له مكافئات ده الـ Continuous Reinforcement الـ Intermittent Reinforcement بعملها بشكل متقطع يعني مش كل مرة بيجي بدري هتدي له المكافئة أنا هسيب يعني بشكل كده عشوائي هبدأ أقطع هالو يعني هتبقى المكافئة مش دايما موجودة لما ييجي بدري فده كمثال يعني Intermittent Reinforcement متقطع دعم متقطع فيه Fixed Interference Caduals برضو من نسبة بقى مثلا كل شهر مثلا بيبقى فيه الموظف اللي بيجي بدري مثلا كل شهر بيتعمله Reinforcement معين كل ست شهور كل سنة فده Fixed Interval فيه ناس بتعملها Fixed فيه ناس بتعملها Variable تمام Variable يعني بعد مثلا فترة معينة أو عدد معين من الحضور بشكل منتظم بنبدأ نعمل Reinforcement للموظف ده فده الحاجات اللي هي بتميز Reinforcement وده معنى Reinforcement وده من الحاجات المهمة قوي لازم تكون عارفها لان تطبيقها تطبيق مباشر عندك في المنظومة طيب الBehavior Modification ازاي بقى نستفيد من اللي احنا اتكلمنا فيه ده في ال Organizational Behavior طبعا الBehavior عشان اغيره لما لاقي behavior مش كويس عندي في المنظومة فيه طرق لحل المشكلة ده الBehavior بينتج عن personality وبينتج عن learning وبينتج عن خلفيات معينة اللي احنا اتكلمنا عليها ولسه هنتكلم عليها فانت علشان تغير behavior بتاع حد فيه كده حاجة اسمع 5 step problem self solving model ده مهم قوي 5 step ده لانك ممكن لو اتبعتوهم بشكل منتظم كده وزي ما هم مكتوبين كده تقدر تحل مشكلة الBehavior وده من المشاكل اللي بتبقى الحقيقة صعبة ومعقدة في حلها يعني فانت اول حاجة بتعرف المشكلة فين في الBehavior مثلا في حد عنده مشكلة في انه دايما عنده مشاكل كبيرة مع زملائه مثلا في العمل فانت بتقدر تشوف هال ده مؤثر على العمل بشكل سلبي اول ما يبقى مؤثر بشكل سلبي خلاص احنا عرفنا المشكلة فين وتأثيرها ايه بعد كده بنحط baseline data develop baseline data لان بتحط كده زي النتيجة اللي انا بقى عايزها المفروض تبقى شكلها ايه يعني انا هو بيتخانق مع زميله كتير او مثلا مثال اخر حد بيتأخر كتير عن شغله فانا هبدأ احط baseline data ومفروض ييجي قبل كذا ويمشي بعد كذا وحط وحدد المعايير اللي هبدأ اقيمه عليها بعد كده اشوف بقى الbehavioral consequences هل في مشاكل بتحصل من التأخير بتاعه هل مثلا الزباين بيجوا ومش بيلقوه هل مثلا في شركته مديره بيجي قبله بيحتاجه فما بيلقوهوش وهكذا ففيه consequences معينة للbehavior طيب بعد كده ابدأ اتدخل بقى في الايه apply intervention ان انا هبدأ اوجه بانه في مشكلة فلانية ولازم تبدأ تتزبط بالشكل الفلاني والباسلين بتاعها بالشكل الفلاني فعايزين الشكل يطلع حضور مثلا يكون بدريس من الساعة كذا للساعة كذا ونبدأ نحدد ونبدأ نطبق بعد ما نطبق نبدأ evaluate performance improvement هل حصل بقى improvement على كده ولا ما حصلش زي ما قلنا النهاردة هيبقى معظم الكلام psychology يعني فالpersonality هي عبارة عن مجموعة من التفاعلات كده الشخصية بتتكون عن طريق تفاعلات الانسان مع الاخرين في حال اسمها personality traits اللي هي عبارة عن characteristics السمات الشخصية يعني السمات اللي موجودة جوه الشخصية بتحدد سلوكها فدي personal traits ايه اللي بيحدد اللي بيحدد امور جينية ممكن امور بيئية ممكن امور في الموقف نفسه ممكن دي حاجات بتحدد اللي الانسان اللي قدامك هل ده له تطبيق عندنا ايوه له تطبيق في الـ و هنشوفه دلوقتي مع بعض طيب في ناس حاول تربط بقى ما بين الشخصية والشغل والتطبيق بتاع الـ بعد ما شفنا موضوع الـ فمنهم مايرز بريكس ده مايرز بريكس ده عالم قالك ان الشخصيات بتتكون مش بيخرجهم عن الـ score اللي هو عامله ده بيقولك ان في حاجة اسمها extroverted و introverted في حاجة اسمها sensing و intuitive في حاجة اسمها thinking و feeling حاجة اسمها judging و perceiving دي ما بتخرجش عنها الشخصيات في تحددها عشان تحدد وتقسم الشخصيات هتبقى من النوعين دول يعني مثلا extroverted و introverted extra مثلا بمعنى ان هو شخص اجتماعي منفتح introverted انطوائي و منطوي على نفسه فده نوع من الشخصيات و نوع من الشخصيات الاخر مش معنى كده ان في نوع احسن من التاني او في نوع كويس والتاني مش كويس لا احنا قلنا احنا بندرس كل ده ليه عشان نعمل حاجة اسمها job fit job fit انك تحط الانسان المناسب في المكان المناسب الشخصية المناسبة في المكان المناسب تمام فيه تفسير اخر و نظرية اخرى في الموضوع ده بتقول ان فيه حاجة اسمها big five model of personality dimensions البيج 5 model ده عبارة عن برضه بيقول لنا الشخصيات مش هتخرج عن الخمس حاجات دول الاكستروفيرجن 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 يعني بيقول لك هنا في الموديل ده بصفة عامة انه بنحدد الشخصية سواء هي بقى extroversion, extroverted person ولا agreeable person ولا emotional stable person ليه بتحدد لك الكلام ده عشان تعرف تحط الشخص ده في مكان مناسب هو extroverted مثلا نحطه في خدمة عملة نحطه يقابل زباين يرد على تليفونات هيكون sociable واجتماعي وبيعرف يتعامل في المواقف اللي زي كده agreeable person مثلا شخص طيب ودود ومتعاون ده احطه مثلا في اقسام معينة يتعامل مع مثلا patient مع المرضى في الفنادق لخدمات الناس فدي برضو يعتبر جوب فتل agreeable person وكذلك emotional stable person احطه مثلا في اماكن محتاجة فيها stress فمحتاجه انه يكون ثابت نفسيا ما يكونش فيه مشاكل عنده ولا depressed ولا عنده stress على طول ولا كده فدي برضو five models كده ده تخيل العالم يعني ممكن انت توافق معها او لا برضو في حكاية انه بيقسم لك الشخصيات اللي المتواجدة قدامك واللي انت عايز تؤهلها او تحطها في job fit معين ان هي مش هتخرج عن الخمس بنود ديت يعني طيب ايه بقى major personality attributes influencing ايه بقى الصفات اللي هتكون مؤثرة قوي بقى في الشغل يعني لو شفت الصفات اللي مكتوبة قدامك دي فحد في الشغل عندك فدي مؤثرة جدا في اداءه وفي اداء المنظومة كلها وهناعرفهم دلوقتي واحدة واحدة اول حاجه self steam ده اللي هو الثقة في النفس الثقة في النفس اللي هو الانسان ده اصلا كده اول ما تشوفه هو بيحب نفسه ولا بيكره نفسه عنده ثقة في نفسه ولا لا دي self steam محتاجها في حاجاتها طبعا محتاجها في بعض الاماكن في اماكن محتاجها self steam عالي في اماكن ما يهمنيش ما قوي فيها self steam فال self steam دي تبقى برضو في دماغك من ناحية ان هيا من المحددات للشخصيات اللي قدامك الــ location control كذلك لوكاس في كنترول يعني إيه يعني البني أدم مننا بيؤمن بإيه بيؤمن بحتة أنه هو الأفعال والعواقب بتاعته الأمور راجع عليه هو من تصرفاته هو ولا من تصرفات الآخرين والبيئة المحيطة بيه فيه ناس دايما تقول لا أنا مسؤول عن الحاجة الفلانية وأنا يعني أنا اللي عملت كذا فأنا المسؤول عنه فيه ناس تقول لك لا مش أنا اللي عملت الكلام ده ده الموظفين التانين اللي حوالي هي اللي عملت الكلام ده وأنا ما ليش دعوة والبيئة بتاعت الشغل هي اللي مش صالحة ويسقط الأمور دي على حاجة تانية فالإنترنال لوكاسوف كنترول يعني اللي بيرجع الأسباب لنفسه والإكسترنال لوكاسوف كنترول هي الحاجات المحيطة بيه ناس اللي بترجع الأسباب الأخرى أو الأوتسايد فورسز هي اللي أثرت في الشخص ده من السفر